بسم الله الرحمن الرحيم يقاضي الحاجة يقاضي الحاجة يقاضي الحاجة يقاضي الحاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهدات الميامين اللهم صلى على محمد وآل محمد قال الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا كان الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي وقلنا أن الأصل والقاعدة في ذلك هو استحالة أن يجتمع الأمر والنهي على موضوع واحد على متعلق واحد إلا أنه حصل الكلام في مجموعة من الخصوصيات التي يمكن على أساسها أن يجتمع الأمر والنهي فإن هذه الخصوصيات يستلزم منها أو يمكن معها اجتماع الأمر والنهي وقد تكلمنا عن الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية ووصل بنا الكلام إلى الخصوصية الثالثة وهي أنه لو سلمنا بأن الخصوصية الأولى والثانية لا تنفعان في دفع التنافي بين الأمر والنهي فنأتي إلى الخصوصية الثالثة وهي أن نفترض أن مثل فعل الصلاة الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق في الخصوصية الثانية يكون فعل الصلاة يكون الصلاة طبعا في المكان المغصوب إذا افترضنا حصول حالة تكون متعلقة للأمر والنهي ولكن هذا الأمر والنهي غير متعاصران زمانا أو غير متعاصرين زمانا يعني أنهما لا يصبحان فعليين في زمان واحد وإنما يختلف زمان فعليتهما فهنا يقع الكلام في أن مثل هذه الخصوصية تنفع في دفع التنافي بين الأمر والنهي أو لا تنفع في ذلك ما هو المثال لهذه الحالة المثال الواضح لهذه الحالة المثال كما يذكر السيد الشهيد هو طرول اضطرار يعني أن يقع الإنسان في الاضطرار بسوء اختياره يعني أن يكون الإنسان أن يقع في الاضطرار إلى الغصب إلى أن يفعل فعلا غصبيا ولكن بسوء اختياره كيف ذلك؟ أنه الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة لا باختياره لنفترض أنه لم يكن يعلم أن هذه الأرض مغصوبة أو مثلا أن الظالم جاء به ويرماه ووضعه في هذه الأرض المغصوبة هذه الحالة يكون الإنسان ليس بإرادته قد دخل إليها وتارة أخرى لا يكون الإنسان بإرادته وهو يعلم أن هذه الأرض مغصوبة قد دخل إليها بالنتيجة حينما أصبح هذا الإنسان داخل هذه الأرض المغصوبة مثلا هنا إذا كان هو من أهل التدين والدين وفي الحالة الأولى وقد مثلا حصل له حالة اغطرار أو لنقل أنه أتى به الظالم ووضعه في الأرض المغصوبة وعلم أنها مغصوبة فهنا لا بد أن يبادر إلى الخروج عن هذه الأرض لأن بقاءه فيها يعد تصرفا وهو تصرف في أمر مغصوب وهو محرم فيبادر إلى الخروج في حالة خروجه هذا الفعل الخروجي هو في الحقيقة أمر تصرف في المغصوب ولكنه مضطر إليه مضطر إليه الحالة الثانية أو الشخص الثاني الذي افترضنا أنه دخل إلى الأرض المغصوبة بإرادته وهو يعلم أنها مغصوبة هذا أيضا افترض أنه أراد أن يخرج أنبه ضميره مثلا أو ما شابه ذلك وقال أنه لا بد أن أخرج من هذه الأرض فتحرك للخروج من هذه الأرض هذا الفعله أيضا هو مضطر إليه لأنه لا بد أن يخرج ولكن هذا الاضطرار يكون قد وقع فيه بسوء اختياره بسوء اختياره وهنا في كل الحالتين يعني في حالة أن الشخص قد دخل هذه الأرض لا بإرادته الآن هو في حال الخروج هو مضطر إلى الخروج ولكن هذا الاضطرار ليس بسوء اختياره والحالة الثانية أن الشخص الذي دخل إلى هذه الأرض هذه الأرض المقصوبة بإرادته وباختياره هذا أيضا سيكون مضطرنا للخروج ولكن اضطراره يكون بسوء اختياره إذن الفرق بينهما أن هذا اضطراره لا بسوء اختياره وهذا اضطراره بسوء اختياره يعني اضطراره للخروج الآن نحن نكلم عن الخروج فلو صادف أن الصلاة كانت في نهاية وقتها يعني بحيث لا يستطيع أن يخرج تماما عن هذه الأرض لا يخرج تماما عن هذه الأرض ويصلي خارجها في أرض مباحة يعني لو أراد الصلاة لابد أن يصلي في هذه الأرض المقصوبة وافترضنا أنه كما يذكر السيد الشهيد أنه تمكن من الصلاة أثناء الخروج من دون أن يؤدي ذلك إلى طول مكثه في هذه الأرض المقصوبة يعني مثلا يصلي وهو يتمشى وهو يمشي أو ما شابه ذلك إذا أمكن ذلك فأمكنه أن يصلي أمكنه أن يصلي في أثناء الخروج ولكن لم تؤدي الصلاة إلى طول مكثه في هذه الأرض المقصوبة هنا بالنسبة للحالة الأولى ذلك الشخص الذي دخل إلى الأرض المقصوبة لابد اختياره خروجه عن هذه الأرض هذا مضطر إليه قلنا لابسوا اختياره ولذلك يكون هذا التصرف يعني التصرف الخروجي مباحا له من قبل الشارع لم يتعلق به النهي هذا التصرف لم يتعلق به النهي ولهذا لو صلى أثناء خروجه من دون أن يؤدي ذلك إلى بقاء أو طول مكثه في هذه الأرض فلا مشكلة عليه ولا نواجه مشكلة هنا لأن الصلاة تكون مأمورا بها ولا تكون منهيا عنها باعتبارها تصرف غصبي لأننا قلنا أن خروج هذا الشخص من هذه الأرض ليس منهيا عنه بل هو مباح من قبل الشارع باعتبار أنه من أول الأمر لم يكن دخوله بإرادته وإنما أدخل إليها قصرا مثلا أو بالقوة أما الكلام في الشخص الثاني وهو ذلك الشخص الذي دخل إلى هذه الأرض بإرادته وباختياره ثم اضطر إلى الخروج أصبح مضطرا إلى الخروج وهذا الاضطرار هو بسوء الاختيار وصادفه أنه لا بد أن يصلي باعتبار أن الصلاة قد مضى وقتها ولم يبقى منها إلا القليل الذي لا يمكن له أن يخرج عن هذه الأرض المغصوبة ويصلي خارجها هنا في الحقيقة صلاته ما هو حكمها؟ طبعا أثناء يعني قبل هذه الحالة أثناء دخول إلى الأرض المغصوبة قبل حصول حالة الاضطرار الصلاة منهي عنها باعتبار أنها تصرف غصبي تصرف في الأرض المغصوبة تصرف في مال الغير بغير إذنه فتعتبر غصب وهي منهي عنها وأما عند طروح حالة الاضطرار يعني أصبح مضطرا للخروج من هذه الأرض المغصوبة للتخلص من الغصبية فهنا هذا الخروج أو هذا التصرف كما تقدم في مبحث القدرة في مبحث القدرة في البداية أنه أن الاضطرار بسوء الاختيار كما قيله لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا يعني أن هذا التصرف الذي هو تصرف في الأرض المغصوبة لأجل الخروج لا ينافي الغصبية من حيث العقاب من حيث العقاب لا هذا يستحق العقاب لأنه بالنتيجة تصرفه غير مأذون فيه ولكن باعتبار أنه أصبح مضطرا يعني فقد القدرة فقد القدرة على التخلص من الغصب إلا بأن يخرج فلا يتوجه إليه الخطاب خطاب النهي كما تقدم فقالوا هناك أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا العقاب ثابت ولكنه ينافيه خطابا بمعنى أنه لا يتوجه إليه نهي عن الخروج لأنه مضطر إلى هذا الخروج بدون هذا الخروج لا يستطيع أن يتخلص من هذه الغصبية هو مضطر إليه ولكن معاقب عليه لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذا النوع من الاضطرار في مثل هذه الحالة قالوا إذن هنا يمكن أن يتوجه إليه الأمر بالصلاة لأن هذه الصلاة لم تعد في حال الاضطرار لم تعد منهيا عنها يعني في حال الخروج أصبح مضطرا إلى الخروج لم تعد منهيا عنها خطابا من حيث الخطاب ليس هناك نهي يتعلق بهذه الصلاة وإنما يوجد أمر بالصلاة باعتبار أنها في آخر وقتها وإذا أخرها إلى أن يخرج سينتهي الوقت فتكون مأمورا بها وليس هناك نهي خطابا فهنا أمكن اجتماع الأمر والنهي على الصلاة ولكن فعليتهما زمانا مختلفة فعلية النهي الخطاب النهي كانت قبل أن يقع في الاضطرار للخروج وأما فعلية الأمر بالصلاة كان أثناء اضطراره إلى الخروج في فترة الاضطرار النهي ارتفع عنه خطابا وإن لم يرتفع عقابا وأما الصلاة فقد توجه إليه فلم يتعاصر في الفعلية الصلاة والنهي عن الغصب الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب لم يتعاصر زمانا في فعليتهما بل أن النهي عن الصلاة قبل الاضطرار كان فعليا ولكن بعد الاضطرار ارتفع خطابا وإن بقي عقابا والأمر بالصلاة كان متوجها إليه فقالوا هنا يمكن أن يأتي بالصلاة يعني يأتي بالصلاة ولا يحصل تنافي بين الأمر بها وبين النهي عن الغصبية أثناء الخروج السيد الشهيد يقول أن التحقيق في هذه المسألة أن هذا الحل لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي لا يدفع التنافي بينهما لماذا؟ لأنه في حالة الاضطرار يعني حينما كان يريد أن يخرج هذا الشخص يخرج من الأرض المخصوبة أصبح مضطرا إلى الخروج في حال الاضطرار وإن كان الخطاب النهي ساقطا عنه ولكن روح الحكم روح النهي وهو الملاك ثابت بالنسبة إليه نعم نحن لو قلنا أن الحكم يتبدل كان الحكم هو النهي الآن أصبح الإباحة حتى من حيث الملاك تبدل الحكم أم كان ذلك حتى من ناحية الملاك لو تبدل الحكم إلى الإباحة وجواز أن يقوم أو يفعل هذا الفعل الغصبي وهو الخروج من هذه الأرض نعم يمكن القول هنا يمكن أن نقول هنا أن الصلاة تتوجه إليه وأما في مثل هذه الحالة والقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار عقابان ولكن ينافي خطابا يعني فقط الخطاب يرتفع أما الحكم بروحه وبملاكه وبزاجريته تبقى فهذا لا ينفع في أن يجتمع لأنه أن يجتمع مع ملاكات الصلاة التي هي المصلح لأنه المشكلة لدينا هنا هو التنافي بين الملاكات هنا العقاب يكشف لنا عن أن المفسدة ما زالت يعني توجه العقاب أو ثبوت العقاب يكشف لنا أن المفسدة ما زالت قائمة في هذا الفعل الفعل الخروجي وكيف تجتمع مع المصلحة الموجودة في الصلاة فهذا الحل في الحقيقة لا ينفع في دفع التنافي لأن التنافي على الأقل هو ثابت في حالة يعني ثابت في مرحلة الملاكات ثابت لم يندفع فإذا لم يندفع فلا ينفع ذلك طبعا هذا إن قيل بأن الخطاب يرتفع يعني خطاب النهي يرتفع عن هذا الشخص المضطر لأجل اضطراره وأما إذا قلنا كما يعني حققه السيد الشهيد في تلك المسألة أن الخطاب باق على حاله فالمسألة تكون أوضح أنه في حال الخروج أنه متوجه إليه خطابا وعقابا فحينما يأتي الأمر بالصلاة فيكون متعارضا مع الأمر بهذه الغصبية وهذا أمر واضح لاحظوا قال الخصوصية الثانية أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي التنافي بين الأمر والنهي وإن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين ولكننا نفترض أنها يعني أن الصلاة في الأرض المغصوبة متعلقة للأمر والنهي هذه الخصوصية الثالثة هذه هي الخصوصية الثالثة نفترض أن الصلاة في الأرض المغصوبة متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا لم يكون فعليين في زمان واحد وإنما اختلف زمان فعليتهما فيبحث عما إذا كان هذا يعني هذا الحال هذه الخصوصية نافعا في دفع التنافي أو لا ينفع ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار أن يطرع على الإنسان الاضطرار لكن بسوء اختياره وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره وأخرى يدخلها بسوء اختياره وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب يعني في الأرض بالمقدار الذي يتضمنه الخروج يعني حينما يصبح داخل هذه الأرض هو الآن يريد أن يتخلص من هذه الغصبية لا يستطيع أن يتخلص منها إلا بأن يخرج منها وهذا الخروج بالنتيجة تصرف في المغصوب فهو مضطر إلى هذا التصرف الذي هو تصرف أثناء الخروج غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى لأن الإنسان دخل إلى هذه الأرض بدون اختياره جاء به الغاصب وضعه في هذه الأرض المغصوبة مثلا ومضطر إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية باعتبار أن الدخول إلى الأرض المغصوبة أولا كان باختياره وبإرادته ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى يعني هذا المقدار من التصرف وهو الخروج في حال الخروج في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع لأنه بالنتيجة مضطر إليه لا بسوء اختياره فيكون مرخصا من قبل الشارع خلافا للحالة الثانية لأن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم تقدم أن الإنسان إذا أوقع نفسه في الإضطرار بسوء اختياره فإن الإدانة ثابتة عليه ولكن النهي ساقط يعني الخطاب خطاب النهي يكون ساقط هذا على القول المتقدم بأن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا إذن مناء على هذا القول يكون النهي من حيث العقاب ثابت على هذا المضطر بسوء اختياره وعلى تصرفه أثناء الخروج ولكن الخطاب النهي ارتفع الخطاب النهي ارتفع كما ذكرنا هناك باعتبار أنه أصبح مضطرا على أي حال مضطرا إلى هذا النوع من التصرف وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج خروج من الأرض المغصوبة بدون أن تطول بذلك مدة الخروج فصلى بنفس خروجه فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى طبعا إذا طال الزمان يعني لو صلى وطال به الزمان كان يحتاج أن يتوقف ويصلي مثلا ويطول به الزمان هنا يصير عندنا حالة أنه لابد من الترتب أنه لابد أن نرى ما هو الذي ملاكه أقوى هل ملاك المغصوبية أقوى يعني المفسد فيها أقوى فتتقدم على الصلاة ولابد أن يخرج ويصلي حتى وإن كان قضاءا يعني يكون مأمورا بالخروج والأمر بالصلاة يكون مشروطا بعدم امتثال أو نعم بعدم امتثال الخروج وأما النهي فيكون مطلقا بالنسبة إليه نعم ولذلك السيد الشهد افترض الحالة أنه لا أنه أثناء الخروج حينما يصلي يصلي ولكن هذه الصلاة لا لا تستلزم بقاء مكثه أو زيادة مكثه في هذه الأرض نعم ولذلك قال وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج فصلى بنفس خروجه فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى لأن هناك نهي لا يوجد هناك ترخيص في التصرف الخروجي لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء لإختيار هو غير منهي عنهم منذ البدء غير منهي وأما في الحالة الثانية وهي حالة الإضطرار بسوء لإختيار يعني كان قد دخل الأرض بإرادته فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا ومن هنا جاز ثبوتهما معا وذلك لأن النهي سقط خطابا بالإضطرار الحاصل بسوء الاختيار حال أنه مضطر فلا خطاب النهي عليه وإن لم يسقط عقابا وإدانة والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي فلم يجتمعا في زمان واحدين ولكن التحقيق أن ذلك التحقيق الذي يراه السيد الشيط قال أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي لأن سقوط النهي لو كان لنسخين لو كان أنه قد سقط لحصول النسخ وتبدل الحكم إلى الإباحة مثلا حتى على مستوى الملاك لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك وأما إذا كان بسبب زوال الأمر بسبب الإضطرار بسوء والاختيار الذي هو نحو من العصيان نحو من العصيان ولذلك الملاك المفسدة موجودة ما زالت والعقاب ثابت فهذا إنما يقتضي السقوط الخطاب فقط للمبادئ فالتنافي بلحاظ المبادئ يعني بين النهي عن الغصب والأمر بالصلاة ثابت على كل حال نعم يعني على مستوى الخطاب ليس هناك تنافي باعتبار أن خطاب النهي قد سقط بسبب الإضطرار ولكن الملاكات باقية مشكلة أن الملاكات ما زالت باقية طبعا هذا قال هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الإضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا وأما إذا أنكرنا وإذا أنكرنا هذه المنافات فالأمر أوضح يعني النهي يكون ثابت بخطابه وملاكاته فهنا يحصل التنافي ويكون التنافي أوضح من الحالة الأولى لأنه في الحالة الأولى قد يقال أنه بسقوط الخطاب تنتفي الملاكات أيضا أو لا ندري على الأقل أن هناك ملاك ولكن بما أنكم التزمتم بأن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن نافاه خطابا العقاب على أي شيء العقاب على ارتكاب المفسدة إذن المفسدة موجودة يعني المفسدة التي دعت إلى جعل النهي ما زالت موجودة ونحن قد قلنا سابقا في بداية البحث أن التنافي يكون في مرحلتين مرحلة الملاك ومرحلة الامتثال إذا كان هنا الامتثال مضطر إليه فإن الملاك باقي على حاله فيحصل التنافي على ايتحال بين النهي وبين الأمر بالصلاة قال وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد